موسيقى السلام عليكم ازايكم الحقيقة في حبة اخبار كده تسمعها في وكالات الانباء تستغرب جدا مع فكرة الاخبار دي مع غرابتها كلها مربوطة ببعض بشكل كبير قوي تسبق ايه اول خبر غريب اول خبر غريب طلع وزير الدفاع المصري وامريح على روسيا وهي ان هو اقبع وزير الدفاع الروسي واقعدوا يتكل freedomso كلام جميل جدا والصور اللي طلع كوية جدا بحيث ان الصور اللي طلع وزير الدفاع الروسي بيوري وزير الدفاع مصري حبة اسلحها ويفراجوا عليها والكلام جدا اول حاجة دي اجي في بالك سؤال مهم جدا هو ممكن يكون في صفق التسليح بين الجلس المصري الجلسي الروسي جديدة مسلا لو السؤال ده عاوز تعرف إجابته لازم تعرف إجابة السؤال اللي بعديه اللي هو إيه اللي هو لو إحنا بنعكد صفقة عسكرية جديدة مع الروس طب ما نجيب القديم أولى مش كده ولا إيه نجيب بقى السخوية ونجيب الحاجات دي كلها ليه بنتكلم على صفقة جديدة مع الروس مع إن القديم أحسن بكتير أو على أقل كنا جيبنا القديم موضوع غريب وإيه اللي ود وزير الدفاع دلوقتي هنا مع ده برضو موضوع أخرب طب أعلي عليك وقولك حاجة كمان تعرف إن السعودية مبارح وقاعد اتفاق عسكري أو اتفاقية تعاون عسكري مع الجانب دي هنا لازم توقف يعني بص هنا لازم توقف ليه إنت بتتكلم السعودية ما ينفعش أصلا توقع اتفاقية زي دي ما ينفعش لأن إنت مفروض حليف قوي جدا للأمريكان جدا وأقول لك يعني أقول لك حاجة مهمة الصفقة دي بيتكلموا عليها بقلهم سنتين من 2019 هم بيتكلموا عليها وأول ما التقوا التقوا في 2019 في معرض ايدكس اللي في الامارات الروس والسعوديين وقعد يتكلموا على الصفقة دي والصفقة دي أو الاتفاقية دي بقلهم سنتين بيتكلموا عليها ليه تم توقعها دلوقتي ليه طب الأمريكان أكيد زعلاني ده بص فقا الأمريكان أكيد بيشدوا في شعرهم الغريبة ان الامريكان معدومش مشكلة. طب مش شايف الكلام اللي انا بقوله لك ده جريب جدا. كلام مش حقيقي. الامريكان باعوا السعوديين خلاص. مش حاوزين السعوديين. ما ينفعش. ما ينفعش. ده السعوديين دول اللي بيأكلوه مشربوه. يعني على فكرة. امريكا بتعتمد على السعودية اعتماد رهيب. وعلى اموال السعودية. فما ينفعش بسطا السعودية امريكا تشوفها ببقها كده وتسكت. هي لازم بفير رب فعل. بقولك حاجة اخطر واخطر. وهتحس انها ملهاش دعوة بالموضوع خالص. طالع امبارح رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتعلي بنت. واهم رايح امريكا. الحقيقة اول ما وصل لواشنطن الاعلام ما سابوهش. فدل قعد يسأله هناك كمية اسئلة غير طبيعية. وفي اجابات الاسئلة هتلاقي مفاجئات خطيرة جدا. خطيرة جدا. وهي اول سؤال لازم تسأله لنفسك يعني. هي الاسرائيل ما رضيتش على الهجوم على سفنتها قرب سواحل عمان. هم مش الصهينة كانوا بيقولوا ان هم حيردوا في خلال 24 ساعة وبعدين قال لك اسبوع وبعدين قال لك شهر. مردوش ليه حد دلوقتي. بص كمية اسئلة وكمية اخبار غريبة جدا. والاخبار دي كلها مرتبطة ببعض ارتباط رهيب جدا. ليه بقى؟ هستعرف ليه؟ هقولك. عشان اقولك هحكي لك القصة بالأول. هي القصة كلها تبتدي ان نفتعلي بنت. رئيس فزراء الاسرائيلي لما وصل لواشنطن الصحفيين سألوه يعني انت جاي بقى هتعمل ايه؟ يعني قولينا بقى رسينا انت هتعمل ايه؟ الدخلة بتاعتك عامل ازاي؟ خاصة ان انت عندك نتانياهو اصلا كان بيدب في الرؤساء الامريكان بشكل غير طبيعي. انا عوزه لك ان هو مسك باراك وباما نتانياهو ده. مسك باراك وباما في هجوم علني. علني وعد يهجم عليه بطريقة غير طبيعية. والدليل ان جو بايدن لما جي الحكم خلى نتانياهو شهر لحد ما اكلمه. مش طيقه. يعني شالي بقى لك بايدن كان نائب باراك اوباما. لك كان نتانياهو شهر. مش حاسي يكلمه في التيفون ولا يرفع عليه سماعة ولا ايه حاجة. ولا عاوز يسمع حاسر. نفتعلي بنت. جاي باسلوب مختلف. واعوزه لك الاعلام الابريكي مستبشة بيه خير. وعلى فكرة مشان اللي بقول كده ده اه نيويورك تايمز. بقول لك بقى حيخش بطريقة جرد طريقة يعني. طريقة جمدة جدا. ليه? الراجل اول ما جي قال على فكرة بقى انا جاي بخطة بناءة وخطة واقعية باريجماتية. يعني ايه بس افهم باريجماتية دي يعني ايه? وعلى فكرة اه المكتوبة كده بالانجلش اه باريجريماتيك. انا معرفش معناها بصراحة عشان. ماتحكش عليك. مقولكش بقى ان انا قد يعني خلاصة وبتاع ما معرفهاش بصراحة. معرفش معناها ومش عاوز عارفه. الاعلام انبسط جدا من النبرة المتفقلة لرئيس الوزراء الاسرائيلي خاصة ان جو بايدن بيعاني من انخفاض الشعبية بشكل كبير جدا وشعبيته بتايت تنهار بشكل كبير فمش ناقص. يعني انت اول رئيس اه خارجي لدولة اجنبية هتزور جو بايدن في بيت لابيض وطعب معاه فما ينفعش تيجي بطريقة هجومية. طيب الراجل ده جاي يتكلم في ايه او خطة ايه اللي معاه. جاي يتكلم على ايران. مضربوش ايران او ردوا عليها لحد دلوقتي لحد اللي قده مايتم. وبقى لهم من ساعة الضربة وممكن من قبليها. قاعدين يخططه حيعرضوا ايه على الامريكان عشان يلدوا على ايران. حقيقة نيويورك تايمز فاجئت الدنيا كلها وقالت لك على فكرة الخطة اللي معاه. اللي معنى افتاع لبنة. بتتكلم على مشاركة دول عربية في تحالف كبير جدا مع الصهاينة. ضد مين? ضد ايران. ليه? وازاي رئيس وزراء اسرائيل او رئيس الوزراء الصهيوني يروح يتكلم ان هيبقى فيه تحالف زي كده. هو مش تحالف ده بيتم العمل عليه سابقا بيتم العمل عليه بقاله كتير جدا. بس جو بايدن لازم يدي الدوق الاختر. لان التحالف ده ممكن يرد عسكريا على ايران في اي وقت. ليه? لان جو بايدن خلاص خدت قرار بالانسحاب من الشرق الاوسط. فجو بايدن هياخد قرار بخصوص التحالف ده. اللي هيضم دول عربية مناهضة لايران. مين? ما قالش. يعني نفتالي بنت ما قالش. ولا زكر. ولا فتح بوقه باسماء الدول العربية. كل اللي قاله ان الدول العربية دي هتبقى مع اسرائيل في حلف واحد ضد ايران. وهتبقى قادرة انها تحارب ايران بشكل كبير جدا. الحقيقة كلام ده كويس. ونيويورك تايمز مبسوطة جدا بالمقالة دي. وعملا تشكر في نفتالي بنت ان هو عكس النتانية وتماما ومش جاي بلهجة عدائية ولا حاجة والرجل جاي يتكلم كلام محترم. تبص بقى الخبر غريب. الانسحاب الامريكي من افغانستان. لما تيجي تبص على الامريكان هم بينسحبوا من افغانستان هتلاقي ان نيويورك تايمز طلع لك بخبر تقولك فيه على فكرة ما زال في افغانستان 1500 امريكي. ده نيويورك تايمز هي اللي بتقول مش انا اللي بقول. 1500 امريكي بتعرفين يتم اجلاقهم لحد دلوقتي. والجريبة ان جوباد مرة يقول احنا همد ومرة يقول لا احنا هننسحب. مرة يقول لا احنا همد بعد اغسطس ومرة يقول هننسحب. البريطانيين تعرف بنعدهم القرار. قالك احنا هنمشي دلوقتي دلوقتي هنمشي. معنى بريطانيين يقولوا كده يعني الامريكان مش قاعدين. او مش هيمدوا التواجد بتاعهم بعد 31 اغسطس. هيتم اجلاء ازاي? 1500 امريكي قبل 31 اغسطس معرفش. الاغرب ان مبارح امريكا وجهت النزار. للامريكان اللي موجودين في المطار ان هم يغدروا لان فيه تهديد امني على حياتهم. او فيه حدث هيحسم. برضو كلام كريم جدا في افغانستان. بس المشهد هناك قاسي جدا على الامريكان. يعني بص فيه ناس تتكلع على مؤامرة وفيه ناس بتقولك لا اصل الامريكان قصدين يسيبوا الاسلحة بتاعتهم. بص عمر ما امريكا هتتهان بالطريقة دي. او هتخطط انها تتهان بالطريقة دي. ما ينفعش. لا الاهانة كبيرة جدا. اهانة اه حتى لو فيه مؤامرة تبقى فضيحة. يعني الامريكان بيخططوا ازاي يهينوا نفسهم انا ما اعتقدش. وانا ما عرفش ان فيه مؤامرة ولا بس انا ما اعتقدش. ومش مع السيناريو ان فيه مؤامرة اصل. فاسيبك من الكلام ده. بس المشهد ده على رغم القصوة بتاعته. على انه بيثبت حاجة مهمة جدا. ان الامريكان عاوزين يغادروا منطقة فاسرع منهم. فاسرع ما يمكن. والحقيقة ان انت لازم تيجي تسأل نفسك بعد افغانستان مين الدولة اللي انت بتتوقع ان امريكا تنسحب منها من الشرق الاوسط. مين? اضرب في دماغك كده وشوف مين تاني دولة. العرق. ممكن. بس هي مش العرق هي سوريا. والحقيقة اللي هيقولك كده هي foreign policy. foreign policy طالع في مقار كان جريب جدا. بتقولك على فكرة امريكا فقدت الشهية في عزل سوريا او في عزل النظام السوري. اللي هو بشر الاسد وكده. خلاص مش عاوزين نلعب اللعبة دي. واللعبة دي قدمت وخلاص. والحقيقة ان المؤشرات بتقولك ان ادارة جو بايدن شايفة ان اه تواجد بضعة مئات مش الاف. بضعة مئات في سوريا. من الجيش الامريكي اللي موجود في سوريا او في شمال سوريا حاليا انت شايفين ان هو مالوش لازم. او سهل جدا ساحب. سؤال هنا. سؤال بسط جدا. سؤال منطقي. هيسحبوه ازاي. نشوف يعني هو بقى السؤال. هتسحب الجنود الامريكان ازاي من سوريا. اكيد اكيد هتتلافق الفضيحة اللي حصلت في افغانستان. مش كده ولا ايه? كده. طب هيسحبوا الجنود ازاي? بالاتفاق مع الروس. كلام دلوقتي مع الروس يا باشا. مصر راح تتكلم مع روسيا. السعودية بتتكلم مع روسيا وامريكا على قلبها زي العسل. لان امريكان نفسهم هيتكلموا مع الروس. عشان يتم الانسحاب من سوريا. الحقيقة المشهد بتاع سوريا ده. شابس تبقى فاهم لان المشهد ده بيمثلك المنطقة هتمشي ازاي. المشهد بتاع سوريا ده foreign policy. بتشرحولك بمنتهى البرعه. يعني اللي كاتب المقالة دي برينز. بتقولك يا بقى. بتقولك على فكرة اللاعب بتاع دول الخليج في سوريا غير طبيعي. لأ بيلعبوا اللاعب بقى جبار. ولازم تبقى فاهم ان دول الخليج دلوقتي منساعد اتفاقية العلا وهما كتلة واحدة. يعني هما مبقوش الاهداف بتاعيتهم مختلفة زي الاور. بقوا بكتلة واحدة. في افعالهم مش في اهدافهم. فرق كبير. في افعالهم مش في اهدافهم. الحقيقة لما ديجي بصع مشهد في سوريا هتلاقي ان في تقارب اماراتي بحريني السعودي من سوريا. الحقيقة ان المجلة هنا بتقولك على فكرة لو انت شايف ان الدول دي بتسعى لسوريا او للنظام السوري انها تتكلم معاه. عشان ترجعه للحضن العربي ايه بقى انت غلطا. الكلام ده عاف عليه الزمن. يعني مش هيحصل. على فكرة دول الخليج سياستها اتغيرت تماما. تماما واحد شوف المكالة بتقولك ايه. بتقولك السعوديين والاماراتيين والبحرينين اه داخلين بطريقة مختلفة تماما مع السوريين. والدليل ان في رؤساء من جهاز المخابرات السعودي قعدوا مع المخابرات السورية. عشان يتبادلوا معلومات الاستخبارات ايه. الحقيقة انما تيجي تسأل نفسك سؤال مهم يعني. ايه الفايدة؟ يعني ليه دول الخليج دلوقتي مهتمية بسوريا اللي امريكا ماشية منها؟ والله السؤال تم اجابة عليه بطريقة برضه حلوة جدا. بتقولك على فكرة امريكا لما تمشي من سوريا سوريا هتقع تحت قوتين مهمين جدا. اللي هم مين؟ روسيا مثلا؟ بص روسيا هتتواجد لفترة وبرده هتمشي. مين اللي سوريا هتقع في حجرون؟ ايران وتركيا. دول الخليج في الاول يعني حاليا بتحارب النفوذ الايراني. بس بطريقة غير مباشرة بتحارب النفوذ التركي. مش هعاوزة سوريا تقع تحت النفوذ التركي اللي اصلا لها قوات متواجدة في سوريا. مش هعاوزة الموضوع ده يحسن. واكتر دولة بتحارب الموضوع ده الامارات. واكتر دولة علنية في محاربة الموضوع ده برضو الامارات. ليه؟ يقولك لما تيجي بص حتلاقي الاماراتيين بيتعاملوا مع ملف السوري بمنتهى الزكاء. لان الاماراتيين والاردنيين راحوا لنظام جو بايدن في لقاء علني. وطلبوا منه ان هما يستخدموا سيكوريتي ويفر بتاع الادارة الامريكية. يعني الاستثناء الامني الادارة الامريكية تستخدمه في منع استخدام قانون قيصر لدعم النظام السوري. معلش انا عرف انت تهتي مني. يعني الامارات عاوزة تدفع اموال للنظام السوري. اموال مش ضخمة بس اموال تعرف تساعدوا بيها. او تعرف انها تساعد الحكومة السورية باي شكل ان كان. طول ما فيه قانون كايسر اللي امريكا فرضاء على سوريا ده محدش من الحكومات دي هيتحرق. ايه قانون كايسر ده؟ بص قانون كايسر هو قانون كايسر بس اسم مختلف. كايسر ده كان مصور عسكري تابع للشرطة العسكرية السورية. صرب ده راجل اسمه كايسر. صرب خمسة وخمسين الف ص عن حقوق الانسان في سوريا. وازاي فيه تعذيب والكلام ده كله. فطبقوا على سوريا قانون اسمه قانون كايسر او سيزر لو. الحقيقة ان الامارات راح تتكلم مع الامريكان عشان يشيلوا القانون ده عشان الامارات تعرف تتكلم مع السوريين ويعرفوا يدعموهم بشكل او باخر ويبقى فيه كلام. هم والاردنيين يعني الاردنيين برضو عاملوا نفس الحركة دي قدام العالم. الحقيقة الحركة دي معانها كبير قوي عند السوريين. تاني حاجة هو تنسى ان الامارات فتحة صفارة في سوريا. فده اللي مخليها واخده نفوز عالي جدا عند السوريين وتعرف تحارب به النفوز التركي الايراني. انما الدولة الوحيدة اللي عصر على نفسها لمونة على فكرة قبل الضبط كده. هو قالك هي هي حبة مريرة جدا او تقدر تقول عصرين على نفسهم لمون او عصر الليمون. هي السعودية. السعودية مش حبة نظام الاسد. واخدين الموضوع شخصي. الدولتين على فكرة. يعني لا نظام الاسد كعائلة الاسد بتحب السعوديين او عائلة بن سلمان. ولا عائلة بن سلمان بيحب نظام بشار الاسد. الاتنين بيكرهوا بعض جدا. برغم كده السعودية شايفة انها لازم تتكلم مع سوريا او النظام السوري عشان ما يقعش فريسة بعد مغادرة الامريكان والروس حتى وتبقى ساحة او فناء تستخدمه ايران لضرب دول الخليج او التأثير على نفوزهم او اي حاجة. هما بيحاربوا النفوز ده. التقرير هنا بيقولك الدول اللي هتخش مع النظام السوري كالقادي. افهم بقى الدنيا ماشية زي في الخليج. السعودية البحرين الامارات. عمان. عمان اصلا ما اطاعتش علاقتها مع النظام السوري. يعني عمان بتستخدم علاقتها مع النظام السوري زي في فل. بس قطر والكويت مش حابين الموضوع ده. مش عاوزين يروحوا يتكلموا مع النظام السوري. بس ما بيعرضوش. نيكلم لك هما ما عملوش حاجة تعرقل الكلام ده. بص بس المشهد عشان يحاولك بس حاجات كبيرة جدا. ثاني مهم دلوقتي الكلام كله التحدث مع النظام السوري ونسيان الخلافاء. وانسى بقى حكاية ان انت ترجع للحضن الوطني الكلام ده كله مش هيحصل. ت ترجع لنا تاني ما الكلام ده كل. بس الطريقة زي طريقة. ازاي بقى دول الخليج هتتكلم مع سوريا او السوريين وياخدوا منهم اللي هم عوزينه من السوريين او من النظام السوري ده. قالك الخليج مش هيستخدم الشيكات البيضاء تاني. حتة ان دول الخليجية تخش على اي دولة دي. وتقول لها احنا حنعيد او حنساهم في اعادة اعمار الدولة دي مقابل ان الدولة دي نضمن وراء. يعني حندي فلوس زي الفل. وشيكات على بياض لحد ما الدولة دي توقف على حالها. واكيد لما احنا نعمل كده. الدولة دي عمرها ما هتفكر تهاجمنا. قالك السياسة دي الخليج ايكون انها فشلة تماما. فشلة فشلة. الفلوس ما بتشتريش الوراء. حاجتين مختلفين. والدليل العراق ولبنان. لعني دول الخليج دخلت في لبنان بمنتهى البزخ. وبرضو اللبنانيين احتفظوا او نصر الله قدر يحتفظ بمقعده داخل لبنان. فلبنان كان نموذج فاشل للشيكات البيضاء. فدول الخليج دلوقتي هتلاقي طريقة او اخرى. هيبقى فيه اكيد مساعدات مالية بس مش المبالغ الباهزة. يعني بس هيبقى عوريك الفرق يعني. فيه مساعدات مالية. بس مش المبالغ كبيرة جدا او الشيكات البيضاء. مش هتحصل. فيه اسلوب تاني. ايه الكاتب مزاكروش. ايه الاسلوب اللي دول الخليج هتخش بيه. كاتب مزاكروش بس قالك انسى حكاية الشيكات اللي على بيض دي. مش هتحصل. طيب كل ده ليه كل اللي بيحصل ده. نفتع لي بان انت في البيت العديد. مصر وسوريا بيكلموا مع الروس. خلي ايه بس هقولك حاجة مهمة جدا. ان الروس هيحتفظوا بقواعدهم في سوريا. بس الجيش نفسه مش هيبقى موجود اه تواجد دائم. زي الكسافات الموجودة دلوقتي. هيمشوا عاوزين يمشوا. هم كمان. شايفين برضو تكلفة. بدليل ان هم عاوزين يمشوا من ليبيا اصلا. خلي بقى لك الروس قالوا احنا على استعداد لمجادرة ليبيا. فالروس نفسهم عاوزين يمشوا. فالكلام مع الروس. لانه هم الامريكان هيمشوا قابليهم. وروسيا هتفضل مسيطرة على الوضع ش شوية وبعد انتبش. السؤال سؤال مهم جدا. لو الحلف اللي انت باين لك صورته ده. الحلف اللي انت شايف صورته. الحلف ده اللي قال علينا افتالي بانت رئيس وزراء اسرائيل. وانا من عندي هيدوم دول الخليج ومصر واسرائيل. انا اسف ان اقول لك كده لان انا اصلا مش طيق الكلام ده بس يعني. الكلام ده انا احبا اقول لك بقى ليس انا. فيه تحالف ضخم جدا بيدوم مصر ودول الخليج واسرائيل. والاردن احتمال ينضم. وتركيا احتمال تنضم كمان. عش توقف ضد ايران. لان الامريكان هيغادروا بمنطقة هيغادروا بمنطقة. هقولك بس نقطة خطر جدا. جدا فوق ما انت تتخيل. كان الرئيس النيجيري محمد بوهاري. محمد بوهاري ده كتب مقالة في فينانشل تايمز. كان دي حاجة جريبة جدا. يعني ايه رئيس يكتب مقالة في فينانشل تايمز. هنا لازم توقف. كلام كده مش موجود. كان تصرف جريب شوي. راجل نزل مقالة رأي. مش مقالة خبرية مقالة رأي. قال فيها رأيه في عدة امور. وام نايل على فكرة. يجب يجب تحالف الشامل او توقيع اتفاقية شراكة شاملة مع امريكا. دلوقتي. ليه? قالك والله. لان الفرنسويين ماشيين. وامريكا ماشية. وامريكا اصلا انسحبت من افغانستان وبينسحبوا من كل حت. ده الرئيس النيجيري هو اللي بيقول. والحقيقة ان الناس دي لما تمشي. معدل الارهابيين اللي عندنا بيزيد جدا. وبص على حركة بوكو حرام. قالك نيجيريا مش عارفة تواجه او تحقق نجاحات في محاربة بوكو حرام. طب ده في وجود القوات الفرنسية وقوات الامريكية والنفوذ الامريكي في القرن الافريكي وكلام دي كل. الناس دي لما تمشي. ايه اللي هيحصل. بيقول لك ان هو كاتب مقالة زريفة جدا. بيقول لك احنا كل ما نرد على الارهابيين يقع مدنيين. تيجي منظمات حول انسان تقعد تهاجمنا. احنا بنحارب ارهابيين يا جماعة. اكيد حيبقى في ضحايا. منظمات حول انسان ترجع تهاجمنا. شوف كارك ما مش هده بحاجة. فبيقول لك احنا دلوقتي فاشلين. في ان اح نواجه بوكو حرام. اه نتيجة لفقر التكنولوجي. ونتيجة لان احنا زروفنا الاقتصادية مش قد كده. وعندنا مشاكل كتيرة جدا بتخلي بوكو حرام وحركة الشباب في الصومال. اه بسهولة جدا يجندوا الشباب ليهم. الحقيقة اللي حلل المقالة دي. اللي نازل في فينانشل تايمز هي فارين بوليسي. كاتبة من جنوب افريقيا اسمها لينسي. كاتبة دي مش مش مشهورة بس هي بتكتب في نيوز 24. بتقول لك ايه? بتقول لك على فكرة الراجل ده كاتب المقالة د عشان هو اصلا عاوز يعمل مشروع يربط بنيجيريا بالنيجر. مشروع قطر. هيكلف اتنين مليار دولار. والراجل ده شعبيته بتنهار وسط النيجيريين. ليه? الفساد كتير جدا في بلده. وان نيجيريا دي لما اكتشفوا فيها الغاز. اه قال لك بس خلاص الفرص العمل حتنتشر والكلام ده كله. الواقع ان فساد ازداد. يعني لما تم اكتشاف الغاز والبترول في نيجيريا. الفساد ازداد اكتر. ولا تم حل مشاكل اقتصادية ولا حاجة. فالراجل ده شعبيته بتن نهار. كاتب مقالة يقولك الارهابيين بيزيده. وعاوز اتفاية تعاون شاملة من واشنطن. لانه هو اصلا فشل في عدة مشاريع. واكتر مشروع عليه جدل. والنيجيرين اصلا رفضينه هو خط القطار ده. فالرجل بس عاوز يباين شعبيته. بس الكاتب اي انا بتقولك على فكرة الراجل ده صادق في حاجة واحدة. ان حركة الارهابيين في افريقيا تزداد كتير جدا. وبعد مغادرة الامريكان هتزداد اكتر. الامريكان خلاص ماشيين. نبص الامريكان بيلموا شنات هم كل حد ومشيين. فقالك هتزداد اكتر. خاصة ان مشاريع الاقتصادية فشلة كلها. والدول الافريقية بتهتم بتنمية العواصم. انما بيسيبوا باقي البلاد. فبيخلي الارهابيين يتوطنوا بشكل كبير جدا في باقي البلاد دي ويجندوا شباب ليهم. وده اللي حصل في حركة بوكو حرام وحركة تحرير الشباب اللي في الصماط. فخطورة هنا. خطورة بس من حاجة واحدة. ان الامريكان لما يمشوا هيسيب لك كمية فراغات في حياتك كتير قوي. هل انت كمص هتعرف تلم الملفات دي كلها. او الجابس دي كلها. زي بيقولوا. انت مثلا. الناس دي ماشية من افريقيا وعلى فكرة فورن بوليسي نفسها بتقولك الارهابيين اللي في افريقيا دول هيقصروا عالدول الكبرى من ضمنهم مصر. ده فورن بوليسي. هيقصروا عالدول الكبرى من ضمنهم مصر. فانت عندك كزا ملف في حياتك كتير قوي. سوري. لازم تروح تتكلم مع الروس. اه ايران. اه نيجيري. اه اسيوبيا. ليبيا. غزة. ايه ده. ايه التهديدات الل عندنا دي كلها. بتوعبوكو حرام دول. هل? هتبقى مواجهتهم سهلة? اعرفش. هتواجههم. يعني لو مشينا بالحال ده اكيد هنواجههم. يعني لو مشينا بالله احنا مشيين بيه ده والامريكان هيمشوا. هي بس اشرح لك نقطة مهمة جدا. الموضوع مش حكاية ان امريكا بتحفظ السلام في العالم. انا بقولش كده. بس انت بتتكلم على جيش كان موجود في فراغات او حتة كانت محتاجة تواجد عسكري. الناس دي هتشيل الجيش بتاعها. مش حبا ولا تعظيما في الامريكان ولا بس ده كان فيه تواجد عسكري هينسحب. اكيد هيخلق فراغ. الفراغ ده اللي حيملق الارهابيين. المعنى افهمه صح. انا مش بعظم في الامريكان. الحقيقة مصر عندها ملفات كتير جدا. والواقع كده ان مسألة حتيجي. في حرب قادمة. سواء بقى مع الارهابيين سواء بقى مع الايرانيين. بس في الاخر في حرب قادمة في القفق. بتلوح كده. يعني بص ببان كده. باين. ان في مشكلة. تبقى في مشكلة. وعلى فكرة في برضو نقطة مهمة جدا. ان الامريكان راضيين جدا ان انت مدربتش السد عشان متعملش ارهابيين في اثيوبي. اثيوبيين دلوقتي عندهم حرب اهلية والارهابيين ما شاء الله يعني. ما شاء الله. يعني مش عايزين نحسد. الناس دي هيطلعوا كمية ارهابيين من الحرب الاهلية دي زي بفل. لو انت مدربتش السد. انا بس عاوز اقول لك المشهد ماشي ازاي. لو انت مصري وبتقرأ الاخبار كل يوم. المشهد معقد جدا. والمشهد خطير جدا. مش دائما انت فاكر. ان الموضوع سهر. خالص. خالص. يا رب ما كنت يا محروصة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين من الضلي ومن الخيني ومن الخلق اللي بين اهلك يا مدسوسة يا محروصة